كما جرى فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة للإطلاع على مستجدات الأوضاع في المحافظة واستمع فخامة الرئيس من محافظة مأرب إلى شرح حول جهود تطبيع الأوضاع في المحافظة وسير العمليات العسكرية لمواجهة تصعيد ميليشيات الخوثية الإيرانية الانقلابية ومحاولاتها الفاشلة لاجتياح المحافظة مشيداً بصمود قوات الجيش الوطني وأبناء القبائل الشجعان وتصديهم للهجمات المتتالية التي شنتها تلك الميليشيات الرافضة لجهود إحلال السلام والساعية لإطالة أمد الحرب تنفيذاً لرغبات مالا لطهران وطلع الرئيس على الأضرار التي يخلفها الاستهداف المتكرر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة من قبل الميليشيات ضد المدنيين والنازحين في المحافظة مشدداً على الأجهزة الأمنية والعسكرية بمضاعفة الجهود لتأمين المحافظات وتثبيت الأمن ودحر الميليشيات الحوثية وأكد فخامة الرئيس أن الملاحمة البطولية التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات سيخلدها التاريخ في أنصع صفحاته وقال الرئيس إن الشعب اليمني بكله يقف معكم ولن يقبل بنقل تجربة الإيرانية الفاشلة والمتطرفة إلى اليمن مؤكداً أن الشعب اليمني بمختلف أطيافه دافع ويدافع وسيدافع عن كل مكتسباته الوطنية وفي مقدمتها النظام الجمهوري الخالد وثورتي سبتمبر السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر لافتاً إلى أنه قد وجه الحكومة والجهات المعنية بتوفير كل ما يلزم لرفض جبهات مأرب ومساعدة السلطة المحلية لمواجهة أعباء التصعيد المستمر للميليشيات معبراً عن التقدير للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على دعمهم الأخوية الصادق من جانبه عبر المحافظ عن تقديره باهتمام رئيس الجمهورية بالمحافظة مؤكداً بأن مأرب وأبنائها ورجال الجيش والأمن سيظلون عند مستوى المسؤولية التي أوكلتها إليهم القيادة السياسية بتلبية متضلبات المواطنين ومقاومة مشروع ميليشي الحوثي الإنقلابي الذي لا يحمل إلا الموت والدمار والتخلف للشعب اليمني كافة ترجمة نانسي قنقر